هذه أبرز العناوين بونو أحلم باللعب لريفر بليت يوما ما أرغب في أن أكون جاهزا في حال تحقق الهدف بدل التوقيع وحمل قميسه فقط فوز القجع يفاجئ لعب المنتخب المغرب ويقدم لهم هدية كبيرة بالسبب فوزهم بالكون وهذه التفاصيل حكم زياش يتعرض للضغط من إدارة تشيلسي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس بونو أحلم باللعب لريفر بليت يوما ما وأرغب في أن أكون جاهزا في حال تحقق الهدف بدل التوقيع وحمل قميسه فقط واصل الحارس المغربي ياسم بونو مغازلة نادي ريفر بليت والتعبير عن حبه للفريق الأرجنتيني حين أشار إلى رغبته في حمل قميسه يوما ما والدفاع عن شعارها وقال بونو في تصريحاتي لقناة تيكس بورت الأرجنتينية سأحب الانتقال لريفر بليت يوما ما ولكن إذا حان دوري أريد أن أكون مستعدا وتبع أريد أن أذهب إلى هناك وأن أكون في المس والمطلوب من ناحية الأداء إذا لم أشعر بذلك فلن أذهب أمل أن أحقق هذا الهدف يوما ما وأن أكون جاهزا للتحقيق الانتصارات هناك واختتم أمل أن تتحلي هذه الفرصة وأن أشعر بالاستعداد والحرص على النجاح ليس فقط للتوقيع وحمل قميس الفريق هذا وأبدأ عاشق نادي ريفر بليت عن فخرهم بحب بونو لفريقهم وتلوحه في أكثر من مناسبة بتشجيعه لناديهم حيث انتشرت صوره وهو يرتدي قميس ريفر بليت فوز القجع يفاجئ لعب المنتخب المغربي ويقدم لهم هدية كبيرة بالسبب فوزهم بيلكون وهذه التفاصيل حرص مسؤول الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على ضرورة تقديم مكافأة مالية لتشكلة المدارب المغربي عصم الشرعي من أجل تحفيزها على مواصلة العمل لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في المستقبل وكشف موقع العربي الجديد بناء على معلومات من مصدر بالجامعة أكد من خلالها أن لاعب المنتخب المغربي الأولمبي الذي تتوج أخيرا بلقب الكانوة تأهل إلى الألعاب الأولمبي المقبلة سيحصلون على مكافأة مالية قدرها 100 ألف دولار أمريكي لكل لاعب لكي يستأنف العمل بمعنويات مرتفعة في الصفوف أندياتهم في انتظار أن يواصل لفت الأنظار مع المنتخب المغربي الأولمبي في المستقبل ومن المنتظر أن تحول المكافأة المالية للحسابات البنكية للاعب المنتخب المغربي الأولمبي خلال الأيام المقبلة وهو الأمر الذي سيسعد عددا من العناصر التي قدمت أفضل ما تملكه من مؤهلات فنية وبدنية لمنتخب بلدها من أجل تتوجهه على المستوى القارية وحضوره العام المقبل في أولمبياد باريس 2024 بعدما كانت آخر مشاركة للمغرب في الألعاب الأولمبي في منافسة كرة القدم خلال نسخة لندن 2012 تحت إشراف المدرب الهولندي الرحل بيم فيربك حكيم زياش يتعرض للضغط من إدارة تشيلسي يترقب حكيم زياش لعب فارق تشيلسي الإنجليزي تحديد مصير خلال الفترة المقبلة وفقا للتقارر الإعلامي الإنجليزي وطلقت إدارة تشيلسي طالبا من زياش بضررة البحث عن فارق جديد بالسبب تعطر صفقة انتقاله للنصر السعودية ووفقا للتقارر نفسها فإن الإدارة الأمريكية لتشيلسي وضعت زياش تحت الضغط لاتخاذ قرار مغادرة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك للاستفادة من الصفقة المالية لانتقالها وهناك عراض أوروبية قوية قدمت لزياش حيث يراب نادي روما في ضمه إلى الصفوف بقوة بناء على رغبة المدرب جوزي مورينيو في الاستفادة من مهارة اللاعب المغربي الدولي كما أشير إلى إمكانية عودة زياش إلى نادي آيكس مستردام حيث يطمح أنصار النادي في استعادة نجمهما السابق وضمه للفريق ومن المتوقع أن يتخذ زياش قرارا بشأن مستقبلها في الأيام القاللة المقبلة حيث سيحدد وجهته قبل بداية شهر غوشت للاندمام والاستعداد مع فريقه الجديد ويذكر أن حكيم زياش انضم إلى تشيلسي قادما من آيكس مستردام الهولندي تهمة الاغتصاب تدفع أشرف حكيمي لمغادرة باريسان جرمان ألقت تهمة الاغتصاب بالتقلها على نفسية النجم المغربي أشرف حكيمي مهما حاول تفادي ردد الفعل والتركيز على مشواره مع نادي باريسان جرمان الفرنسي وأكد دومينيك سيفيرا كالصحفي بلو باريسان الفرنسي أن تهمة الاغتصاب كان لها وقع تقيل على أشرف حكيمي الذي شعر بالإهانة على التهمة التي تلاحقها ما يجعله على اعتاب مغادرة فرنسا وتبع الصحفي أن حكيمي سعيد مع باريسان جرمان بيد أنه ليس كذلك في فرنسا بسبب التهمة وغيرها من الأحداث التي تدفعه إلى تغيير الأجواء والانتقال لفارق أخر في المركات الصيفية الحالية وهذا يبقى واردا وكانت النيابة الفرنسية قد وجهتهم تغتصاب عشرينية لأشرف حكيمي ترتب عنها جدل كبير سبقت واقعة انفصالي عن زوجته السابقة هبا عبوك أيام دونور باتت معدودة أيام دونور باتت معدودة والمعارف على موعدين مع صرح رياضي بمعايير عالمية ذكر موقع أخبارنا أنه علم من مصادر متطابقة أن إدارة شركة التنمية المحلية SDL التي أنشأها مجلس نبيل رميلي عمدة مدينة الدار البيضاء والتي أسندت رئيستها لعيشام العمراني الذي كان يشغل منصب كاتب عام بالكاف ستعمل خلال الأشهر القليلة القادمة على إطلاق أشغال هدم ملعب محمد الخامس ويهدف هذا المشروع للتحول ملعب محمد الخامس المتواجد في الجزء الغربي من منطقة المعارفة إلى معلمة معمارية لدعم البنية التحتيارياضية للمملكة الطامحة لتنظيم كأس العالم 2030 بملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال حيث سيتم هدم الملعب الحالي وبناء جوهرة رياضية حديثة على الطراز الإنجليزية وسيتم تشهيد المركب الجديد على نفس مساحة دونور البالغ 15 هكتارا غير أنه سيتم خفض القدرة الاستيعابية للمنشأة الجديدة إلى 45 ألف شخص عوض 67 ألفا وبالإضافة لذلك سيتم بناء موقف تحت أرض للسيارات من ثلاث طوابق ومركز تسوق رائد وفندق مصنف وفي نفس السياق صدر رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش في وقت سابق قرارا يعفل متعاملين مع شركة رميلي من أي رسوم جمهورية ضريبية أو متعلقة بالسيراد مواد البناء عبر الموانئة بالإضافة إلى إمكانية جالبيد عاملة أجنبية من أجل خفض كلفة التشهيد ولم يتسنى بعد لرئاسة الشركة الإفساة عن مصادر تمويل إعادة بناء المركب كما سبق أن تطرق التقارير إعلامي في وقت سابق لسيناريوات التمويل المطروحة أمام المؤسسة الخاصة حيث تطرح عليها الحصول على قارد بانكي بنسبة فائدة محصورة في 1% مقابل الرهن من صندوق الإداء والتدبير بشرط أن تحمل بوابات الملعب أسماء بعض الشركات الخاصة طيلة مدة التسديد وبالإضافة لذلك ركنت المؤسسة لدراسة تجربة ستادو فرانس الذي تم تمويل بنائه من طرف القطاع الخاص وصندق استثماري خاص مقابل عقد السغلال لمدة 25 عاما ووجد العمران نفسه أيضا أمام سيناريو الصعب يحتم عليه في حال اختياره المضي في طريق مستقل توفير تمويل ذاتي والبحث عن قروض بنكية تدفع من مداخل مباراة الوداد والرجاء التي تقارب 16 مليون ديرهم سنويا